بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ المحاضرة الثانية في الـ Power System Engineering 1 ويدي العلم المحاضرة هيكون الـ Power Circle Diagram زي ما احنا شوفنا قبل كده الترانس بشاء الله يتمثل بـ General Conestance حيث أننا بشوف علاقة ما بين الدخل بتاعي اللي هو إذا كان الخط بتاعي زي ما تكلمنا المرة الفاتد فحيكون الـ V sending بساوي في كوشاين سيتا لو الكوشاين سيتا دي السابت إيه؟ زائد IR في زد ساينش سيتا على سيتا الزد ساينش سيتا على سيتا دي لها الـ P والـ IS بساوي IR في كوشاين سيتا IR مش VR ده اللي هو السابت D يعني مفروض نقول زائد VR في وي ساينش سيتا على سيتا دي اللي هي مين اللي هي السي يبقى المفروض نقول السي بعدين كده دي بس انا عملنا الترتيبة كده عشان حتاجينها في الجزء اللي تحت ده هو المعدات اللي تحت لو أنا كنت عايز اغد الـ VR والـ IR بدلات الـ VS وIS ده عملين كده عشان تحويلها ده يعني فالـ VR بتساوي VS كوشاينس سيتا ناقص IS زد ساينش سيتا على سيتا بالتحويل والـ IR بساوي IS كوشاينس سيتا ناقص VS وي ساينش سيتا على سيتا دي برضو اللي هي دلالة السواب بتاعتي خلاص بدلالة السابت A وB وC وD كده هنطلع بمين بي general constant بتاعت الـ VS بساوي A في VR زائد B في IR والـ IS بساوي C في VR زائد D في الـ IR نفس الشكل في الجنب التاني ان الـ VR والـ IR اللي هم علاقة بمين في الـ VS والـ IS زي ما احنا شايفين الـ VR هنساوي D في VS ناقص B في IS والـ IR يساوي A في الـ IS ناقص C في الـ VS ده لو كان السيستم بتاعنا بلانست نقدر نطلع بـ السوابت الجنرالية بقيم الجهود وطائرات بتاعتنا بنفس الشكل دي دي معدات الـ احنا هنا عايزين نتكلم على الـ الـ الميزة فيه قبل ما ندخل فيه ونتعامل معاه ان انا ممكن من الـ ان انا احل اي مسألة مش لازم ابدأ من جديد انا عشان خطر احل اي مسألة لازم اعرف السوابت بتاعتي ثم لازم اروح اجيبي الـ الـ VS و الـ IS اروح منه الـ VR والـ IR اللي هي البيانات بتاعت وثم اروح اجيبي الـ VS و الـ IS وابدأ اشوف الـ والكفاءة وكلام ده كل اي لو تغيرنا اي داتها فيه المسألة لازم ابدأ من جديد تاني لكن بالنسبة ببارسة لقدرنا ممكن على نفس الشكل تقدر تتحرك وتجيب اي قيم جديدة تقدر تتغير بالنسبة للشكل بسهولة وزي ما نشوف كمان شوية الـ هي عبارة عن كومبلكس مش قيمة بس ده هي لها ماجنيتود ولها زاوية حيث ان الثابت اي بتاعي ليه ماجنيتود اسمه اي وزي ما بتاعته الفا الثابت بي الماجنيتود بتاعته اسمها بي والزاوية بتاعته اسمها بيتا الثابت سي هو سي والزاوية بتاعته جاما وي السابت دي بيساوي دي والزاوية بتاعته دلتا اللي هي لو بيساوي على حسب الخطوب بتاعتي سوى كان 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 السابت اي والسابت دي بالاتنين بيساووا بعض اول حاجة عشان نكون الـ الـ هو بيتقاسب لجزءين جزء اسمه و جزء اسمه و جزء اسمه الـ ده اللي علاقة او هنجيبه من هو طبعا بيجي الـ بعد كده بنحوله هنتكلم كمان شوية لان هو بنتعامل معاه كباور طيب الـ هو هتجيب الفيزر دياجرام من معدد الـ سوى A VR زائد B في الـ لان الطرف التاني كله بيتكلم على رسيفنج VR وIR طيب الـ عشان اجيبه لما اجي ارسم فيزر دياجرام بشوف الـ الأجزاء بتاعتي عبارة ايه انا عندي جزء اين جزء اللي هو A في VR وجوز اسمه الـ المفروض للترمين دول مجموحهم يدي اينين في اس احنا لو اخدنا الـ بتاعنا هو بالنسبة لنا يبقى ليه مجنيتود وزاويته كان زيرو اللي هو لو احنا اخدنا بالنسبة لنا اللي هو الخط اللي هو عليه لا زرداء ده دي الـ هو انا عايز اجمع VR لا ده انا عايز اجمع A في VR A في VR طب الـ لها مجنيتود اسمه VR زاويتها بكام زيرو طب الـ لها مجنيتود اسمه A وزاويتها الفا يبقى القيمة دي كل اللي هو على بعضها اللي هو الجزء العوارين ده كله ليه مقدار اسمه A في VR وزاويته اسمه ايه الفا بالموجب الفا بالموجب قيمتها فين؟ ها يبقى اللي هو الخط الي هو اللي البرتوقاني ده هوت هو ايه؟ هو طول ليه طوله اسمه A في VR وزاويته اسمه ألفا بالموجب عن مين؟ عن VR طبعا زاوية الموجةlights بالموجة اما بزيرو, يام اكبر من زيرو. زيرو امتىا لو بتكلم على الخارج المغنيوهيت بتاعها بواحد وزاويته بزيرو. لكن لو بتكلم على ماديم او لونج فالزاوية بتاعته بقى اكبر من الواحد ح anno بالمغنيوتوت بقيته بقى اكبر من الواحد. شرق الزاوية اكبر من زيرو. ولمغنيوهيت اقل من الواحد. واحد او اقل. طيب احنا اول جزئية عندنا تواطرن الاولاني. بالنسبة للمعادلة الجزء اللي في المين? هو ايه في الفي ار? طيب فضيلي ايه عشان اكمل فضيلي الفي في الاي ار. الفي في الاي ار عبارة عن ايه? عبارة عن بي اللي هي لها مقدار بي وزاويتها اه بيتا. والاي ار هو ليه مقدار وزاويته هي الفاي ار اللي هي الزاوية المحصولة ما بين مين? بين في ار واي ار. طب لو كان عندي الحملة بتاعي اه لاج باور فاكتور. يبقى الزاوية بتاعة ايه? الفاي ار هي متأخرة او بتاعة الاي ار هي متأخرة عن جود بزاوية ايه? اسمها فاي لا زاوية دي كان. عشان كده ايه الاشارة بتاعتي بالسالب. ازا اتجاه الاي ار اللي هو الاحمر ده. يعني رسمنا الفي ار وبعدين رسمنا عليه لو ايه في الفي ار. من الفي. الزاوية المحصولة ما بين الفي والاي ار هي الزاوية اللي هي مين? ليه فاي او فاي ار. ليه الفاي ار دي. ايه الزاوية دي في ار. ده الاتجاه بتاعنا. طيب. المفروض الترم كله احنا عايزين عايزين بي في الاي ار. المفروض اللي بي في الاي ار لها مقدار بي في اي ار. خلاص زي المقدار ما فيش مشكلة. طب الزاوية بتاعتي هي بيتا ناقص في ار. بيتا ناقص في ار ليه? عشان الفاي ار بالسالم. طيب المفروض ده انا اجمعه فين الترم ده? الترم ده يتجمع الايه في الفاي ار? طيب هنجمع من اول النقطة اللي هي ديت كده هنجمع عليها لان انا خدت الطول ده هنجمع عليه. طب هنجمع عليه بزاوية كام؟ بيتا ناقص في ار. طب بيتا ناقص في ار لو انا لما بنجي نرسم بنقود المحور بتاعتي ده الريفرنس النسبالي وده العمود التاعي وده اتجاه الجمع كده. ده اتجاه الجمع. ده الجمع بالنسبة لكده. خلاص? يبقى ده الريفرنس بالنسبة لنا. ده زيرو. فحنيجي جاي واخد المحور ده الزيرو بالنسبالي. والمفروض نعمل ايه? المفروض ننزل زاوية اسمها في ار لتحت بالسالب. ثم نطلع تاني زاوية اسمها كام؟ اسمها بيتا لان بيتا بالموجب. زاوية البي بالموجب لان زاوية البي تقول زد بتاعت الخط. والزد بتاعت الخط زاويتها بالموجب بتقرب من مين؟ من تسعين درجة. ممكن تلقى ستين خمسة ستين خمسة وسبعين درجة خمسة وثمين واقل من مين تسعين درجة. لو كان لو اهملنا الار الريزيستنس بالنسبة للخط الزاوية كلها هي الاج يبقى تسعين درجة كمنا فاذا بعد ما ننزل زاوية اسمها في ار هي زاوية الطيار هنطلع تاني لفوق زاوية اسمها مين بيتا فاذا الزاوية المحصورة بتاعت ده هي خلاص هنطلع لفوق بيتا ناقص في ار وناخد الخط اللي هو مين اللي هو الازرق بتاعنا دهوت اللي هو المفروض الزاوية مبين زي ما احنا شايفين تحت دهوت هي بيتا لان المفروض انا نزلت بزاوية كم زاوية فاي وهي دي زاوية تاني المفروض اكمل منها كده خلاص على مين اللي هي قيمة بتاعتي بي في الاي ار ده اللي هو الخط اللي هو الايه بنفسي جده المفروض المحصورة بتاعتهم هي لان هو اي فسود واجرام لازم نقفل بمحاصل له همو الضلعين او مجموعة اطلع همو منقفل بتضلع عليه اللي يسوهم في الجنب التاني اللي هي في اس في اس ديت عملها زاوية كم عملها زاوية من اول في اس الحد في ار زاوية اسمها سيتا اسمها الباور انجل او الزاوية اسمها سيتا ديت مش الفا لا ده الزاوية اللي فوق ديت هي زاوية اللي هي سيتا مقص الفا الزاوية دي كولها دي سيتا اوسعت بسموها دلتا كمان اسمها الباور انجل هي الزاوية مسؤولة عن انتقال القدرة الكهربائية عشان كده اسموها الباور انجل او ترك انجل لان البر هتمشي من اللي فين لالاكتف بار هتمشي من فلازم يبقى الفي اس زاويته اكبر من مين من زاوية الفي ار. هو هترسم الفي اس زاويته اقل وإلا معناها الفيلو بتاع الاكتف بار اتعكس. جاز انتقود بلك من الكلام ده. فده مين ده البار سيركلي دياجرام يبقى الاول هنجيب اي في في ار وزاويته الفا. يبقى هنجيب الفي ار اللي هو الازرق. ونطلع بزاوية اسمها الفا. خلاص نجيب من الا في الفي ار لان الفي ار زاويته كام بزيرو. طيب حاجة نجي نعمل ايه? نجمع عليه اهل هو البي في الاي ار وبزاوية اسمها بيتا ناقص في ار. بيتا ناقص في ار ده البيتا بتقول لتسعين. ممكن نقول لبيتا بتسعين درجة. طب قال له. ما هي من فين التسعين? اه انا نزلت بزاوية كام? نزلت بساوية. في ار اللي هي بالسالب. لو الزاوية بتاعتي مثلا اه تمانية من عشر بار فاكتور. يبقى بننزل بزاوية كام? تلاتة اه ستة وتلاتين درجة. اللي هي الزاوية المين بتاعة الفي ار. ثم الزاوية المحصولة منهم دي تبقى تسعين ناقص. اه ستة وتلاتين. فالدين اللي هي بيتا ناقص في ار. المحاصلة بتاعتهم اللي هي مين? اللي هي في اس. احنا كده رسمنا الفيزو باجراه. عشان احنا بنقول باور اه باور سيركل. يبقى لازم احاوله الى باور. الشكل اللي قدامنا ده هنحاوله الى باور. عشان نحاوله الى باور هنعمل ايه? هنقسم على بي. لما نقسم على بي يبقى لكل الاجزاء بتاعتي. انا عندي مين? عندي تلاتة اجزاء. اللي هو ال ا في في ار. والبي في الاي ار. والفي اس هم دول العناصر بتاعت الاسيين اللي ماشي معي. ما هي منش بقى اي اتجاهات تانية. اللي هي الاي ار كده هو ده متجه. الفي ار كمتجه ده مش فرق معي. المهم ان دول هنقسم العناصر بتاعتهم على مين? على بي. لما نقسم على بي يبقى المجنيتود احنا تقسم على بي. والزاوية هينطرح منها من بيتا. لان انا بقسم تحت المقام ده زاوية بيتا هتطلع في البص بكام بسالب بيتا. يبقى هنيجي جايين معناه ايه? القيم بتاعتنا اللي هي الاي في الفي ار هتقسم على بي. ايه? وتلف بزاوية سالب بيتا. الزاوية بتاعتها. ده لما هي كانت بزاوية كده لأ هتبقى بسالب بيتا. خلاص? يبقى هندور الفيزر بتاعنا كله بزاوية كام سالب بيتا. بس هندهره من اين? هنده نقطة تقاطع ما بين مين? وبين ايه في في ار والبي ار. زي ما احنا شايفين كده هدي النقطة تقاطع ما بين مين? ما بين ايه في ار اللي هي نقطة التجميع. انا هندور من النقطة دي كده. خلاص? احنا هندور عشان خاطر تبقى شايف عشان نتكون الباور سيركري دياجرام. باور سيركري دياجرام. بعد النقطة دي كده هنعمل ايه تدوير? ليه? عشان انا اسمت على مين? على بي. هندور بمين? ببيتا. خلاص? يبقى كل عنصر يبقى الخط اللي هو بنفس البرتقان دوت هيلف زي ما انت شايف في السهم ببيتا. والخط الازرق ده ببيتا. وطبعا دي هيلف ببيتا. بس هو المكمل. فانت دور اتنين ودي نحن يبقى تمام. وعليه هنيجي جايين ادي الشكل بتاعنا خلاص ده هو ده اللي هيدور. اللي مثلا تطلع دول بالنسبة لها بس اللي هيدورهم. فاحنا اول حاجة. الضلع اللي هو البرتقان ده هيدور بكام? بزاوية بيتا. وهو كان على على خط بكم? على زاوية كام? هو كان نازل زاوية الف تحت. ليه? عشان هو ده كان وقت بالرفرنس. لان هو احنا كان بتاعنا كده زاوية الف هاي? دي زاوية الف. خلاص? عشان انا بس من بالالم. ماشي? دي زاوية الف. الزاوية الف ديت المقابل بتاعها اللي فوق ليه زاوية الفية. دي زاوية الف التحتي اللي هي مقابل لها. فانا هتلع بزاوية كام? جابت. انا هتحرك بزاوية جابت. فيبقى انا عملت عن الخط الوفقية كان نازل بزاوية الف عن الخط الافقيين. طب انا هتلع عن الخط الافق من فوقا بالبيتا ما اصال فالانا عشر 1998. يبقى هوا زي ما احنا شفنا كده هو الخط البناقط الجديد بالناس بيننا اللي هو مين? بس باعبين؟ ملاس؟ دي الخط البنافسجي شوف هتبص ايه ماشى بزاوية كام هو اصلا كان على بيتا ناقص في ار انا همشي بزاوية بيتا يبقى انا شيلت بيتا ناقص بيتا خلاص ها يبقى انا لفيت بالضلع البنافسجي زاوية بيتا فيبقى انا عكده واقع عن خط الافق اللي تحت بزاوية كام في ار المفروض المكمل بتاعهم هو مين هو ال ايه ال في اس اهوة تبقى ده الضلع بتاعي او الخط بتاعي اللي اجمالي ده كده اللي هو الخط اللي تحت ده اتجاه ال i r تمام؟ وهنا الضلع اللي فوق ده هو ايه? في على بي في ال v r. لانه هو طبعا كان هنا ا r ليه? لاشان ده كان بي في ا r. فبقى كلا ما اسمت على ال b على ال b. فبقى فاضل ال i r بس. هنا الضلع ده. فضل ال i r. لان هو كان بي في ا r. فاسمت البي. الضلع اللي فوق ده هوت هو كان مين? هو كان ايه في الفي ار واسمت على البي. ولفيت. والضلع ده ماشي اللي هو الاخير ده هو كان بس فانا اسمت على بي. طبعا كل الناس دي لفت بزاوية كم? بزاوية بيتا. خلاص? بس بسالب بيتا. انا لفت بسالب بيتا لان انا كنت حطيتها في المقام. فازم بقى الضلع اللي هو الاي على بي في الفي ار ده بالنسبة ليه الخط الافق هنا? على زاوية بيتا ناقص الفا. مفروض انت ترسم. تمسك المنقلة وترسم وترسم بالخطوط بالزبط عشان تطلع المسألة. المسألة كلها رسومات. طيب. ال اي ار بزاوية كام? في ار اهو يبقى ده شكل ده اتجاه ال اي ار لما انت كنت بترسمه لوحده. اه بعد ما كان بي في اي ار ده بقى اتجاه ال اي ار للوحده بالزاوية بتاعته. فخلاص مش هتطلع بقددين يا بقيت لزيزة خالص. البحاصلة ما بينهم ماشي اللي هو مين? اللي هو ال في اس على مين? على بيتا. مفروض الزاوية اللي فوق ديت هي مين? هي الايه? ال سيتا ناقص الفا. الزاوية ديت كده اللي هي سيتا اللي هي ال دلتا يعني ال بار انجل ناقص الفا. هي دي الزاوية بتاعتنا ديك. ده كده ايه احنا رسمنا مين? المفروض ان انا ممكن نوقف هنا كده ونقعد نغير في الحمل. والله لو الحمل اتغير عند ثبوت الجهود ديت ممكن يا صلاحين. ما انت افرد ان انت عايز تثبت الجهود? تقول والله ان انا عند جهود معين عايزة تثبته. ال في ار وال في اس عايزين يثبته عند القيمة واحد. البه المفروض انا عايز حملة دي عشان يثبته عند القيمة ديت. فتبدأ تغير هنا في المسألة. بعد المسألة ما انت كنت تبادئ فيها. تبدأ تايه? تغير في المسألة. حملة زيت? حملة تغير? الوضع حمش ازاي? ال في اس احصل له ايه? ماشي عند ثبوت ال في ار. وانت دلوقتي كل ما شوية مال حملة يتغير. كل ما القودة عند عايز تغير لان في طيار مر في في امبيدنس فحصل فولتشتروب. فانت عشان انت حافظ على الفي ار عايز تروح تزود في الفي اس. خلاص? فانت عايز تشوف الوضع المفروض يماشي ازاي? فانت طول الوقت شايف السيستم قدامك ما انت عارف البرامتر بتاع الخط ويدينا هتقدر تغيرها. زي الشكل قدامنا ده هوت اه لو كان الفي ار والفي اس عند قيم سابتة اه قيم سابتة ايه زي ما نقول ليسا اي لهم. فالميجنيتيوت بي على الار ممكن يتغير شكله ايه? ماشي? فانت كان عندك ادي ده اللي هو ال اي على بي في ار لان السابق بتاع الخط مش هتتغير. يبقى دي بمسل الفي ار. طب الخط ده هوت اللي هو المتمدة هو في اس على بي. طب ما هو برضو ده طول الخصابة الخط سابتة. يبقى ده بمسل الفي اس. يبقى عند اطول سابتة بالنسبة لخط الفي اس على بي. وعند ايه على بي في في ار عند اطول سابتة. يبقى الخط ده هوت حيفضل سابت. طب هو مين? طول الوقت لما انا اقول لك ان الفي ار والفي اس سابتين. يبقى معناها ان الخط ده هو مش هيتغير. طيب ايه اللي عيحصل. اه بقول لك والله احنا عند احمال متغيرة. بس يا سيدي حافظ لعلى مين? على الايه? الفي اس سابتة. ده معنى ايه? يبقى موصفات الحملة هيبقى لها حاجات معينة. البي تيبقى بقى ديه. والكيو تيبقى بقى ديه بتاعت. الاحمال اللي عند اللود تيبقى قيمة ديه. فده معنى ايه? لو احنا كنا عند حمل معينة بالنسبة للوضع ده هوت. فكنت هتلاقي ايه? او خلينا عن الوضع الاديم اللي هو ده هوت. فانت كنت هتلاقي الاي ار اللي هو ده. ده الاي ار. ف الاي ار ده هيتدي لك وضع معين. ماشي. طيب. لو انت كان شوف الاي ار ده ليه طول وليه زاوية في اي ار. يعني ليه مجنودته زاوية. او ليه حقيقية وتخيلوا اللي حقيقي بيمثل البي وتخيله بيمثل الكيو. طيب. لو احنا قلنا والله ده احنا نقلنا الكيرف ده. للجزء ده. هشوف. ادي ده الاي ار خلاص. وادي الزاوية بتاعت الفي ار. اه اتغيرت. الطول اتغير. ومين؟ وي الاي? وي الزاوية تاعتها تغيرت. برضو المجنود الزاوية بتاعت البي وكيو تغيره مع بعض. بس اخد بالك كلام ده كله ايه? ان الطول بتاع الفي اس سابت. طول في ار احنا كنا اقلين سابت. طول الفي اس سابت. انه هو الخط ده سابت. الخط ده سابت. خط ده طوله سابت. عشان كده ايه? هنركز بالبرجة اللي عنده نقطة ال او. ونفتح البرجة الفتحة اللي هو الطول ده هو طول هو في اس على بي. ونجي ايه يعمل ايه? راسم خط الدين اللي هو كسة. بتاع الدايرة السيركل بتاعة مين? بتاعة الفي اس على بي. خلاص? يبقى انا هنمشي كده. اللوكس بتاعها ديت. ودي معناها ايه? ال اي راح يقع عليها. الخط اللي هو اديش ده اول? هو الاي ار راح يقع عليها. ف الاي ار ده ممكن يبقى هنا كده. خد بالك ان الفي اس على بي سابت. خلاص سابت يبقى الفي اس سابت. اذا ده ها يديني واضح. يبقى عندي بي وقيوم قيم معين. وهنا بي. وده بي وقيوم من قيم معين. دي بي وقيوم معين. لان في الاخر الطيار هو بمثل البابل. يبقى ده اللوكس بتاعي يبقى عندي في ار وفي اس سابتين تقدر تلعب في الباورس ان انت عندي قيم متغيرة تقدر تجيبها بسرعة. بالبرج اللي تفتح وتتروح تجيبها القيم بتاعتك. عندي صوت جوه. لا الفي اس ولا هزبة. لا الفي اس ولا هزبة تقدر تعمل الكلاننا كله بالنسبة. طيب. ده عندي قيمة معينة. ماشي. هادي هتلاقي مين? هتلاقي دي الاي ار. وتلاقي الفي اس على الاي ار. وتلاقي اللوكس بتاع قلنا مين? بتاع الاي ار حيمشي فين? او الحيمل بتاعي شكله ايه? زي ما قلنا شفت دي دي الاكتف كرانت. اه ودي الاكتف كرانت. انا قلت لك ان القير ده هتحلل لي قيمة اكتف اللي هي هنا كده. ولي قيمة الاكتف اللي هتمشي هنا كده. فانت اللوكس هنا. طب لو اقعت في الحيطة دي كده. الاكتف كرانت هيزيد. وللاكتف كرانت هيقل. عشان تحافظ على مين? على الجهود بقيم معينة. اغير زي ما انت عايز. او ممكن تنقل بتبقى ليد بار فاكتور. تبقى هناك كده. يبقى الزاوية بتاعتك فوق. اه دي الاكتف في وراهية. وده الاكتف بور اهية لقيمة تاني. فانت عمل تغير فيها بحيس ان انت هتزبط مين? الحملة بزيد او البي بزيد او كده. فانت بتغير في الاكتف بار عشان تزبط مين? تزبط الاي? الجهود بتاعتك. زي ما احنا قلنا ان الزاوية ديت اللي هي مين? اللي هي سيتا ناقص الفا. لان الزاوية سيتا هي المحصور ما بين الضلع ده وما بين الرفنس بتاعنا لو مين? لو الفي ار. الخط اللي تحت دهوت. هو ده بتاع مين? بتاع الفي ار. بس. بس على بي هنا. هنا على بي ليه? لان احنا مدورين بالزاوية بيتا. تمام? فيبقى دي زاوية بيتا. يبقى انا حاغد من بتاع زاوية اسمها الفا. يبقى انت لما تيجي ترسم تبقى انت عارف انت هو دي زاوية بتاعتك شكل ايه? لكن الباور انجل كلها عبضة هي السيتا اللي انت جبتها تجمع على زاوية الفا. القيمة اللي انت جبتها ماشي اللي محصور ما بين اللي اندو لو انت ترسم بالمنقل. ماشي وتجمع على مين? زاوية اسمها الفا. عشان نقول الدياجرام بتاعنا ده هو. نقول ان هو باور? يبقى لازم يبقى باور. يعني كل اللي اننا نتكلم على ايدا جهود عشان نقول الباور. هنجي جايين ضربين. وبتكلم على. يبقى هنجي جايين ضربين في الاطلع دي كلها في في ار. يبقى الضلع اللي هو كان اي ار هنضربه في في ار. والضلع اللي هو كان في اس على بي. احنا اضربه في في ار. بقى في ار في اس على بي. والضلع اللي هو كان في اي على بي في ار ضربنا بي ار بقى في ار تربيع. اي على بي. خدها لك عنا لما الان wirسم الفيزه بان هنالكرام بنرسمه اللي ايهه لبر فية از. ان المعادلة اللي احنا كنا حاسبي منها. اللي كان في اس بستوي اي ف في ار زائد بي في الايار اللي كانت بير فايز ا Dz او هتروح تحساب لي انها بير لايم. ما فيش حياسمها لاني مفيش حياسمها زد لاني البير لاتت للزد. فيش حاجة اسمها زد بتاعت لاين. ده زد برفيز. عشان كده لما تروح تحسب برفيز. فاحنا كده حاسبين من مين برفيز. حبينا نحسب كده برفيز اوكي. طيب يبقى نجيب ونشتغل على كده. يا اما نحوله كله الى ايه? الى لاين. ان احنا في الاخر لما نقول في ار فاي ار هي عبارة عن ايه? عبارة عن اس. اس برفيز. طيب ما تضرب في تلاتة كمان. خيلاس ويبقى دي بقت مين? بقت الاس توتل بتاعت سريرة اس. خيلاس تضرب في تلاتة. في ار co LayR. طيب الما تضرب في تلاتة تجيب لي مين? تجيب لي الايه? ال اه الفي ار وال ا ار. طيب ما طب ممكن نضرب في جزر ايضا نجيبا الPrLINE يبقى جزر ايضا يبقى دي الS اوه يبقى دي الS بالنسبة طب الS ده عبارة عن إيه عبارة عن بي لو طول بتاعنا ده واعبارة عن كيو يبقى أنا لو عرفت البي و الكيو بتاعتها نقدر نجيبه الضلع ده اللي هي الS قيمتها كام وزوجتها كام طب الضلع ده هوت أنا أتكلم على باور DVR و VS ما لهم ده برفيز لو أنا ضربت في 3 برضو يبقى أنا ممكن أضرب في 3 في الكل إذا ما أنا ضربت في 3 في 1 لازم أضرب في الكل يبقى دي يبقى V في VS على B وبرضو بنزل نفس الكلام هنا لو أنا ضرب في 3 خلاص يبقى A على B في VR تربيع اللي هيحصل إيه الأطول بتاعة الأضلاء دي هتزيد بس فتزيد أو تقلي بس بنفس الشكل هو ده الوضع اللي عادت غير يبقى يا إما أشتغل فيز يبقى يشتغل ونغط بنا بس لازم يبقى ومزيبا بعد اشتغلت فيز يبقى ونغط بنا أن الاس دي يتعلى 3 تمام بقى السيركل بتاعنا بقى إيه بقى بالباور خلاص ممكن نقف هنا ونشوف أقصى باور أنا قدر أوصل لها أقصى باور أوصل لها إمتى لو أنا وقفت عند نقطة الأن دي برجل خلاص عند الشكل ده عند VS وVR 17 أقصى باور ممكن أحصل لها إيه أفتح البرجل واخد اللوكس بتاعنا اللي هو النقطة ده حد ما أوصل وابقى الخط بتاعنا إيه خط أفقي كده عند إمتى أوصل للمكسيمم لما يبقى الخط بتاع مماس يبقى الخط بتاعنا يمثلي الاس لو كان يمثلي قبل كده الار لما دربته في الVR أعطاني ده الاس فالاس ديت لما ناخد منها الأفقي الممثل بالنسبة لها ده يمثلي البي ماكسيمم الماكسيمم باور ولما يأخذ الخط أفقي ده يمثلي كيو نود اللي كيو بتاعتي عندي كيو نود ليه عشان دي كيو اللي هتديني ماكسيمم باور خد بالك كيو هنا هنفين اتجاهها موجب اتجاهها موجب معناه ايه معناه ان انا ايه حاطط مكسفات عشان تديني راكتف باور انه الطبيعي كان الحملة بتاعنا ليد الاج هو دلوقتي هيبقى ليد فليد معناه ايه لو موجب معناها ان الحملة حديني كيو مش هياخد كيو كان الطبيعي انه كان بياخد هنا ولواص لكن الوقت كيو نود ديت معناه ان ايه الحملة ليد ليد معناه كيان حطط مكسفات الديني عشان نحصل على المكسيمم باور ده الكلام ده عشان نحافز على ال عند قيام سبتم فالهائي في الاخر ده فتقدر منه تشوف تشكيلة من الاحمال يعني ممكن اقول لك حالة النلود فين هي حالة النلود حالة النلود يعني يعني الاس بتاعت بزيرو فين ايه بزيرو انت الاول هتيجي راسم على في الضرع ده ترسم خلاص ده المعبوض عن حالة النلود معناها النقطة دية مفيش في في طب معناها ايه ساعتها تعال ارسم هتبص لقى الطلع ده الضلع ده هو وقع على الضلع ده مفيش تغيير هو بقى الاتنين فوق بعض اه الحالة دي وضعها ماشي ازاي حنبقى نشوفها كمان شوية الحالة دية على بقية الايه ال بقية دا جزء بتاع سينينج انت بار سيركو دي جزء بتاع سينينج انت بار سيركو دي جرام هنرسمه بقى لما يبقى الترمين بتوري هما سينينج يبقى في ارس او دي في ايه ناقص ب في ال ار هيبقى عند جزء اين جزء دي في ال في اص ناقص اه زاوية ايه لانها اما الاثنين زاوية زاوية ايه هنعتبر الرفرنس بالنسبة لنا يبقى زاوية ناقص احنا نعتبر باش الرفرنس دلوقتي وهندور ونشوف الوضع ماشي زاوية ب في ال ب لها مقدار وزاوية بيتا على حسب لو قلنا ان هو برضو الحمل بتاعنا اعطاني لك يبقى لك بالنسبة للسورس فيبقى زاوية برضو بيتسالف ما بينهما بين مين اي اس ومين وفي اس طيب هناخد الاول الرفرنس بتاعنا اللي هو الفي اس الاصد ده الرفرنس وبعدين نشوف الدي في الفي اس هو اللي هو ده مواخد زاوية اسمها الدلتا بالنسبة لنا بالنسبة المين الفي اس فهيطلع لفوق وبعدين المفروض من نهايته نجمع عليه مين نطرح بقى عليه البي في الاس لما نطرح منه نطرح سالب سالب ده معنى كإني بجمع بس بزاوية كام بس بزاوية سالب 180 درجة او موجب 180 درجة اللي هي باي بدل من نطلع لفوق ننزل لتحت طيب فين الاي ار ادي الاي ار مبين ومبين ال في اس هذا الاي اس المفروض من الاي اس هو مضروف في مين في البي نبقى بالنسبة لنحن جاي معنى النقطة دي واحد أفقي ماشي ونوض زاوية كام زاوية اسماء بيتا ناقص فاي اس راس اللي هي اللي فوق ديت دي بيتا ناقص فاي اس فاي اس التحت سالب وبيتا لفوق اهي بس انا معايا اشارة سالب كمان هنزل لتحت اللي هي زاوية كام من اول هنا الحاد هنا مية وثمين درجة يبقى حلف بدل ما كنت هطلع لفوق يبقى هنزل لتحت يبقى هنزل لتحت الضلع بتاعنا اللي هو مين اللي هو بي في مين في اس المكمل بتاعهم هو مين اللي هنمتكلم على ناحية برضو اللي عملنا هناك هنجي نعمله هنا ماشي دي في اس وهنا بي على اس وهنا مين وهنا الفي ار فانا هنجي هنا نقسم على مين على زاوية على سالب بيتا عشان نشوف الوضع بتاعنا ماشي زاين فانا هننقسم على سالب بي فيبقى كده كأننا مندور بمين بزاوية باي ناقص بيتا الوضع مية وتمانين من درجة ناقص بيتا فهننطور الاي الكلام هنجي ننطور من مين من مقطدية اللي هي مين تقاطع بتاعة زي ما قلنا برضو المرة فاتت التقاطع بتاع الدي في اس مع مين مع سالب البي في الوي اس بس هننطور بزاوية كام مية وتمانين اه المية وتمانين ناخد بقى بموجة فوق وادي ايه ناقص بيتا يبقى نضح الوضع 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 نرجع بيتا يبقى الوضع 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 لو قلنا تسعين باكاين نبقى 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 بزاوية كام تسعين درجة ادي الاتجاه بتاع السليب البي في ال اس هو ده هننطور دي في ال اس خلاص فهننبص اللي نفسنا الضلع ده بياخد بعضه بزاوية بي نايس بي نايس بيتا زائد في زاوية دي كده ماشي هيبقى فاضل لنا مين انا مشيت بزاوية بي نايس بيتا فيبقى انا فاضل لزاوية اسمها في اس عشان انا طرحت اللي تندل منها وبعدين الازر الازر هيمشي بزاوية مين بي نايس بيتا فيبقى محصور من فوق بزاوية اسمها بيتا نايس ديل بيتا نايس ديل اللي هي الفة يعني زي ويبقى دي المحور بتاعتنا ويبقى ده الفيزيو دي جرام بتاعنا الجديد هذي نقطة تتصير وهي هننازل هنا الضلع بتاعنا اللي هو مين اللي هو آآ قي اس نايزل بزاوية اسمها في اس والضلع بتاعنا اللي هو ده نايزل بزاوية من فوق كده بيتا نايس ديل أو نايس الفة يعني خلاص والمكمل بتاعهم اللي هو مين اللي هو في اس على بي طبعا هننقسم على بي هنيجي زي ما عملنا هناك وضربنا في آآ كنا ضربين هناك طبعا دي في آر على بي خلاص هنيجي نضرب الاضراع كلها في ال لما نضرب الضلع ده وقت كان هاي اس هنضرب ه في اس الضلع ده كان في على بي هنضرب ه في اس الضلع ده كان دي لأ ايه يعني على بي في ال بي اس بقت في سكوير ماشي الزاوية المحصورة ما بين كل ده لأ مش كل ده ده الجزاء المحصورة ما بين الرفرنس بتاعنا اللي هو في اس خلاص دي الزاوية سيتا ما بين في آر وفي اس الزاوية دي فاي بقى الزاوية كل هي سيتا زائد دلتا سوري دلتا يبقى سيتا زائد دلتا او سيتا زائد مين الفا يبقى دي اسمها سيتا خلاص زائد الف او زائد دلتا يعني ان احنا بنفترض في الخط السابت اي والسابت دي متسويين ده كده بقى مين بقى انت ممكن تضرب في تلاتة او تسيبه زي ما هو هيبقى بير فيز لان همتكلم على بير فيز خلاص بقى دية مين الباور بتاعت انت ممكن عند النقطة دي تركز يكونوا سابتين ما دي في اس هايت دي في اس ودي في اس لو سابتين اللوكس بتاعي اعمل ازاي تركز هنا وتاخد الخط بتاعك مين اللي هو البرتقاني ده تلاقي نفسك بتتحرك بمين بال في اس ممكن يبقى هنا ممكن يبقى هنا انت بتغير الباور المسعوبة من الصور تشكل اي خلاص عشان خاطر تحافظ رسمنا الوحده والسند ممكن هنا ان نرسم الاتنين مع بعضهم اللي كان عندنا جزء و جزء السند في الاتنين مع بعضهم نيجي تعمل ايه نيجي نيجي ناخد على الخط اللي هو اللي هدهود اللي هو في ار في اي ار اللي هو اس ار على اللي ضه يعني بزاوية اسمها في ار خلاص يبقى ده معتمل على مين اللي بتاحت والرعاية تظهر بتاحت يبقى ده تمام اللي هو الضول ده على زاوية في ار يبقى اس وانا عند في ار يبقى معلومة الاس وفي ار تقدر ترسم الضلالة او بي هنا بي وهنا مين وهنا كيو تقدر ترسم برضو الضلالة طيب وبعدين على زاوية اسمها بي تاينس الفا بي تلع على بي في في ار اس كوير عايز نرسم الكلام ده بالبرجل والمنقلة وبعد كده هتجي ترسم مين المكمل بتاعهم اللي هو مين ضدلع ده هو اللي هو ال في اس على بي انت ترسم ه فلما تيجي ترسم تقدر تحسب مين او انا عايز اعمل ايه انا عايز بال عند الوضع مش عايز اعمل بالورا والانم بقى انا عايز هنا اطلع بتاعتي مباشرة انا جيت اس ضدلع ده هو هو الضلع ده بيسوي في اس على بي خلاص هنقيس وبعدين نعمل ايه نقسم على ونضرب في بي دين ال بتاعتي بس احنا احنا ايه انت تكلم تلاين ولا فيز اه لو بدأت لاين خلاص يبقى ده ايه طلع لاين لو قلت بدأت تفيز هننوحد شغلنا نكلم على كل مين على لاين عشان يبقى الشغل بتاعنا كامل تمام يبقى انا بعد كده انت عايز ايه انا عايز اجيب ال بي اس و كيو اس عشان اعز اجيب الكفاءة انا كده من هنا بنقدر نجيب ريجوليشن ريجوليشن بسوي في اس على في اس في المية ممكن على ايه خلاص او بنتكلم على مين على على في اس خلاص انا جيبنا و جيبنا في اس طب عايزين نجيب ال وعايزين نجيب الكفاءة يبقى محتاجين ان زي ما انا جيبت ال بي ار هيت خلاص محتاجين نجيب مين البي هنجي جيب على امتطاد الضلع ده هوت ان على زاوية بيتا نايس بيلتا او بيتا نايس الفا اللي هي مقابلة للزاوية دي كده نرسم من دي على بي في اس سكوير خلق بالك فوق كان اسم ايه ايه على بي في ال بي ار سكوير ال بس بدلا ما كنتم بتكلم ورسم زاوية اسمها سيتا زايد الفا فين سيتا يا سيدي ده سيتا كل ناك ده الزاوية ده كده سيتا نايس الفا كل دي سيتا خلاص سيتا ده هنجمع لها الفا كمان تديني مين تديني الضلع اللي احنا رسمنا ده هوت ماشي سيتا هاي وزايد الفا ايه او زايد يديني الضلع ده هنمشي بيه اللي هو مين ده بيمثلي فيه ار في اس على بي الضلع ده هوت هو نفس الضلع ده هتنقل الفا هنا خلاص تجاي وفتح المنقلة هنا وغغض الضلع ده المهم البتاع ده حد نقطة الاصل بيمثلي مين في اس في ال اي اس او الس ال الابيرانت باور بتاعت مين السننج او نزلت منها خط رأس كده تديك ال بي اس او مشاءة افق كده تديك ال انت جبت بي اس وعندك بي ار ما هي بي ار على بي اس تديك الكفاءة بتاعتك كفاءة خالص انت عايز مين انا عايز ال اس مخلاص ما انت ال اس اس عرفتها اس على مين على ال اس وفي جزر 3 او في 3 او تكلم على لين بي جزر 3 تقدر تجيب ال اس خلاص انت جبت الحاجات اللي انت عايز ها بالنسبة تقدر من الشكل اللي قدامك ده هو تلعب وتغير في المسائل بتاعتك